فاذا نكمل فاذا الان نحن مع ذهبنا الى كل الهوم هنا. فاذا هذه الوصفة التي قمنا بانشائها. ها هي. فاذا اراد ان نقوم به لهذه الوصفة. فهذه الصفحة فعليا ايضا نريد ان ننشأ لها خاص ب فاذا هنا الان العمل الذي سنقوم به فلنرى فاذا الان النقطة التي سنقوم بانشائها هنا اسمها وهذه ستطلب من هنا النقطة وثم وثم هذه الريسيبي. اذا هذا الشيء الذي سنقوم به الان. اه ايدت ريسيبي تشبه كثيرا تالي يمكن ان انسخ اه من هنا فاذا قمت انا بفتح الان نحن الان بالبيجز فاذا هبت الى اي بي اي اي اد ريسيبي فاذا هنا يمكن ايضا ان انسخه وعضاه نفسه ب ايدت ريسيبي فاذا النقطة التي اريد انشاهها ايدت آآ ريسيبي. ومن اد ريسيبي يمكن ان انسخ هذا كله واضعه هنا. لكن ايدت ريسيبي تحتاج صحيح اسمه ابدت وان. هذه النقطة التي احتاجها لكن احتاج ايضا الاي دي. لاحظوا. فاذا ممتاز. فاذا الان هذا هو ايضا هنا ابدت وان يجب ان تكون هنا ابدت وان النقطة ويجب ان نعطيها الاي دي. ولكن الاي دي مثلا ماذا سيكون او من اين ساجلب الاي دي. فيمكن ان اجلب الاي دي من الريكوست مثلا. لكن انا فعليا اه اريد ان اجلبه من الريكوست بادي. فبالتالي هنا من الريكوست باضي سأجلب الديتا وسأجلب أيضا الـ ID وهنا ستكون هذا من الريكوست باضي وثم سأرسل هنا لكن سأرسل بوت ركوست وسأقول أن أنا أريد جيسون هنا وأيضا أريد طبعا لماذا هذه الخطأ سأكتب هكذا جيد سأمسح هذا وهنا سيكون لدينا الميثود بوت كما تفقنا نحن سنرسل لسترابي سنرسل لها جيسا وأيضا هذا الـ token وضعناه بالنسبة للديتا التي سنرسلها سنرسل الديتا سنرسل الديتا الآن سترون كيف سأرسل الديتا والباقي كما هو فإذا كانت الـ response not ok فأنا سأأخذ هذا الـ error وأرسل الـ error وإذا كانت ok فأنا سأرسل هذه المساج a recipe got أو ليس a recipe the recipe got edited successfully أو updated successfully وفقط فإذن الآن أنا أقوم بإنشاء هذه النقطة فبكل بساطة الآن إذا ذهبت إلى ملف ماذا؟ ذهبت إلى ملف أو صفحة عفواً إذا ذهبت إلى صفحة الـ edit id فإذا من هنا طبعا لدينا هنا recipe form فإذا بالـ recipe form فأنا سأقول أن النقطة التي أريد طلبها هنا هذه النقطة ليست هذه ولكن هي عبارة عن API edit recipe هذه النقطة التي أريد طلبها ولا أحتاج أوكي مساج هنا لكن فعليا هنا سأرسل طبعا الميثود ليست داعي أن تكون post ليست داعي أن تكون post لأنه بكل بساطة نحن سنرسل طلب من client next.js للسيرفر هذا سيكون post عادي أيضا سأضيف هنا arguments أخرى سأرسل هنا arguments id الذي سيكون عبارة عن recipe id وهذه لديه recipe وقمت بإضافة recipe id للrecipe form فإذا الآن لو ذهبت إلى recipe form جيد فإذا لدينا الـ method والـ API point وأيضا لدينا الـ args فهنا هذه الـ args أيضا سنرسلها مع البضي الخاص بنا فإذا سنرسل data وأيضا سنرسل الـ id هنا الذي سيكون هو عبارة عن الـ id الذي سنجلبه من الـ args ممكن أن نكتب هكذا args id جيد فهكذا نحن أرسلنا للطلب فإذا الـ API point هي نفسها API edit والـ method هي post أيضا وهذا كله نفس الشيء وهنا نفس الشيء جلبنا الـ return data لا داعي أن نكتب لها console.log هنا سنجلب من الـ return data الأوكي والمسيج فإذا كان ليس أوكي سنرسل هذه المسيج ونرسل خطأ غير ذلك سنضع هذه المسيج فإذا أعتقد كل شيء تمام فإذا الآن يمكننا أن نذهب ونقوم بـ edit فإذا سأكتب هنا واحد واحد لنرى أيضا سأفتح الـ console حتى أرى إذا كان هناك خطأ أود أن يظهر فإذا أعد يجب أن يكون هذه edit اسمها لم يحصل أي شيء لكن حصل لدي هنا رسالة ظهرت لي رسالة the recipe got updated successfully وأيضا إذا ذهبت إلى الـ home page سأرى أن الـ recipe فعلا got updated successfully هذا شيء جيد لكن أنا أريد أيضا التجربة مع مسح الكوكيز فإذا هنا لو مسحتها فإذا ندليت وعطت إلى الـ edit هنا و edit وكتبت شيء آخر هنا و وقم بـ submit ونلاحظ الـ console ظهرت لدي خطأ والخطأ أن هناك أن ليس لديك credential ليس ذلك الصلاحية أن تقوم بهذا الأمر فإذا ممتاز طبعا ملاحظة بسيطة أن هذه الصفحة كلها لا يجب أن تظهر في حالة أن الشخص غير مستجل الدخول لكن هذه قضية أخرى أنا أجلتها حتى ننتهي من هذا الموضوع كما تعودنا خطوة خطوة محو الأمر فالآن هذا بخصوص هذه الـ recipe فذهبت إلى هنا home هذه الـ recipe وهنا بالـ control ستظهر لنا delete recipe أنا أريد أن أحذفها وكيف ذلك فإذا هذه الـ recipe طبعا عفوا دقيقة واحدة أريد أن أضيف التغييرات للـ getHub لأن أنا أضيفها بشكل حتى ترونها يعني حتى دائما تكون موجودة ذلك وأضيفها دائما فالتغييرات السابقة يبدو أنني لم أضيفها فإذا هذه التغييرات السابقة وأيضا التغييرات الحالية التي سأكتب هنا add edit recipe API point هذه حتى تجدون كل الكود مرتب فإذا الآن نعود فإذا هذه النقطة بالـ delete موجودة أين؟ موجودة بالـ موجودة بالـ controls فإذا اللي نذهب بالـ controls فإذا الـ controls موجودة بـ components controls وهنا يوجد لدينا الـ delete صحيح؟ أين هي؟ فإذا هنا يفترض الـ delete هنا لدينا الـ delete طبعا بخصوص الـ delete فنحن عندما نريد أن نرسل طلب هنا مرة أخرى لا نريد أن نرسل طلب للـ delete one بل فعليا نريد إرسال طلب للـ API delete فكيف ذلك؟ بكل بساطة سننشأ نقطة API أخرى اسمها delete طبعا نقطة بالـ pages API pages سيكون اسمها delete recipe ونفس القضية نفس القضية فعليا أننا سنقوم بإنشاء وهذا الشيء نفسه على فكرة نفسه الذي موجود بالـ edit وبالتالي أنا سأخذه من الـ edit ألصق وأنسخ من الـ edit فإذاً هذه هي الـ edit سأقوم بأخذها من هنا ولسقها بداخل الـ delete طبعا النقطة التي أريد التعامل معها هي delete delete one وحتى أتأكد أنها delete one فإذاً هذه هي النقطة التي أريد التعامل معها فإذاً delete one هنا فإذاً نفس الشيء هنا سأجلب الـ token أريد فقط جلب الـ id وهنا المثود الـ API point هي delete one وهنا المثود هي ستكون عبارة عن delete أنا أريد أن أرسل له جيسون فعلياً لا أريد أن أرسل له شيء ولكن سأرسل الـ authorization code هنا ولا أريد أن أرسل له أي شيء delete هنا ستأتيني data إذا كان فيها error فأنا سأرسل error إذا لم يكن هناك error فبتالي أنا أريد أن أرسل هكذا the recipe got deleted successfully فإذاً هذا بالنسبة لنقطة delete فقط الآن إذا ذهبنا إلى controls هنا و controls delete فنحن فعلياً نريد أن patch API delete recipe والمثود التي نريد إرسالها ليس delete post لأن نحن هنا نريد أن نرسل لـ server next.js لا نحتاج أن نرسل أي header لكن فعلياً نحتاج أن نرسل أو فعلياً لا فعلياً نحتاج أن نرسل هنا أن نقول أن content type لأن نريد أن نرسل الـ فبالتالي هنا سأرسل content type سأقول له أن يا server next.js أنا سأرسل لك JSON فإذاً application JSON بهذا الشكل وأيضاً authorization code لا لا أحتاج authorization code لكن سأحتاج body وبالتالي سأكتب هنا JSON stringify وسأرسل ID بهذا الشكل وهذا الـ يجب أن يكون ID فإذاً هل يوجد نعم هاهم هذا الذي سيأتي هنا ويتم التعامل معهم وإذا كانت الـ response غير أوكي فبالتالي هنا نريد فعلياً أن نرسل خطأ ولكن هذا الخطأ يأتي من الـ response نجلب أيضاً error أو message عفواً message وهنا سنجلبها من data إذا كانت الـ response غير أوكي فبكل بساطة أنا أريد أن أرسل خطأ message هذه التي جاءتني وفقط لكن إذا كان كل شيء جيد إذاً هنا في حالة يمكن أن أكتب هنا console.load أو هكذا كل شيء جيد وأكتب مثلاً console.load الـ message أنه طبعاً هذه لن يكن لديها معنى عندما يتم يعني تغيير الصفحة أو redirect للـ homepage يعني فأيضاً هنا not ok وأيضاً response ok صحيحة لكن يعني هكذا أفضل فإذاً لنرى النتيجة وإذا كان هناك أخطاء سنقوم بتصحيحها فبكل بساطة أنا أريد أن أتأكد إذا كنت مسجلة دخول أم لا فسنذهب إلى storage و cookies لا يوجد cookies فإذا الآن لو قمت أنا بدليت أوكي صحيح يكون أدي خطأ والخطأ أنا لديكي ليس لديكي الصلاحية طيب طالما أنا أقوم ب log in و log in بشكل صحيح فإذا test و جيد فإذاً log in فإذاً لاحظوا الآن قمت ب log in فلو ذهبت إلى الـ home هكذا وذهبت إلى هذا وقمت ب delete و delete أوكي فإذاً لاحظوا got deleted successfully وتم التحويل على الصفحة الراء طبعاً لأن لم يتم تحديث الصفحة فظهرت هذا جيد لو تم تحديث الصفحة لن تظهر هذا فأعتقد أنني قلت شيء صحيح أخبروني إذا كان ما قلته خط فجيد جداً فأعتقد أنه الآن دعونا نضيبه للـ get لـ get hub تغييرات فإذاً نرى ما التغييرات التي حدثت get add component control طبعاً في المرة في كورس في كورس wordpress عندما قمت بإضافة الأكواد لـ get hub وعرضت كل الأكواد كيف أقوم بإضافتها لـ get hub فبعض الأشخاص اعترض على ذلك وقال أن هذا إضاعة للوقت وهذا غير موفق للأسف يعني هذه التعليقات تزعجني كثيراً لأن عندما أنا أحاول أن أفيدك بشيء ما فأنت تعطرد تقول لا أريد ذلك لكن القرار الذي اتخذته بشكل عام أنني سأقول ما أقول والذي يسمع يسمع والذي لا يسمع فلا يسمع يعني الموضوع ليس متعلق بالمستمع والمتعلق بي أنا ما الشيء الذي أريد أن أقوله والمستمع يقرر ماذا يسمع هل يسمع أم لا هل يتعلم أم لا هل يعطي هذه الطريقة بالتعلم فرصة أم يريد لا يريد شيء آخر يريد شيء سريع فهذا قرار المستمع فلو بقي واحد شخص واحد يتبع معي بهذه الطريقة ويتعلم مني فهذا شيء يعني يعتبر إنجاز بالنسبة لي على انتحال ما هي الأشياء التي وصلنا إليها الآن؟ وصلنا أننا استطعنا أن نحمي هذه الصفحات صحيح ظهرت شخص غير مسجل الدخول صحيح ظهرت له صفحة صحيح سجيل الدخول في القسم القادم علينا أن نحمي هذه الصفحات يعني نحن حمينا الريكويست الريكويست فقط يرسلها لديه توكن والتوكن محفوظ بطريقة آمنة وصحيحة لكن بقي لدينا أن أن نحمي هذه الصفحات يعني يجب أن لا تظهر إذا الشخص لم يسجل الدخول مثلا لم نبني هذه الصفحة لكن هنا يجب أن الشخص لا يعني لا لا تظهر له إذا لم يسجل الدخول إذا كان الشخص يجب أن يظهر له إذا كان العكس صحيح فإذا كان غير مسجل الدخول يجب أن يظهر له فهذه الأمور يجب أن نعمل عليها في القسم أو في جزء القادم فإذا نلتقي في جزء القادم ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر